هذا وتعتبر هيئة البحرين لطاقة المستدامة المنشئة بالمرسوم الملكي رقم 87 لسنة 2019 أحد أذرع البحرين فيما يخص تطوير قطاع الطاقة إذ تبرز أهدافها بالوصول إلى مصادر الطاقة النظيفة ضمن التوجه العالمي لهذا النوع من الطاقة تولي البحرين اهتماما كبيرا للطاقة المستدامة والمتجددة انطلاقا من دورها والتزاماتها بارتباطات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وذلك يأتي تماشيا مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين والأهمية الوطنية للطاقة المستدامة الاستفادة من الطاقة المتجددة تعود على الأفراد وعلى المؤسسات وعلى الحكومة وعلى المملكة بشكل عام فمنها أن الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الريحي طاقة نظيفة لا تؤثر على البيئة ولا تلوث البيئة هيئة الطاقة المستدامة قامت بحملات تهدف إلى رفع وعي المواطنين والمقيمين بأهمية تلك الطاقة ولما لها من أهمية وجدت الخطة الوطنية لرفع الطاقة والتي تتكون من 22 مبادرة مثل تغيير مواصفات أجهزة التكييف والإنارة والأفران وغيرها واستعمال الأمتار الذكية وتحويل نوع الإنارة في الشوارع وآخر مشاريع الطاقة المستدامة على مستوى المملكة هو محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية التابعة لشركة تطوير في منطقة الصخير وهي خطوة تبحث البحرين من خلالها تعزيز المشروعات البيئية وخفض استخدام الغاز الطبيعي في البلاد وأكد الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة أن هذه المشاريع مجنية من جميع النواحي وتحافظ على البيئة الفائدة الخامسة أن إذا استعملنا استفدنا من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وهي طاقات طبيعية موجودة في البحرين ما نحتاج أن نستعمل الغاز لتوليد الكهرباء وتكتسب الطاقة المتجددة أهمية كبيرة على مستوى العالم فالعالم يواجه اليوم نقطة تحول غير مسبوقة حيث يمثل تغير المناخ تهديدا حقيقيا وداهما وملكة البحرين ليست بمانئا عن هذه التحديات ولذلك أولت الطاقة المستدامة أهمية كبيرة للتأكيد على هميتها الوطنية في الرؤية الاقتصادية 2030